السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن الطلاق. الطلاق من اوكرانيا. هو العياز بالله. حضرتك بعد اتمام عملية الزواج واكتشفت ان العلاقة فشلة ومش نفعا مع بعض انتو اللي اتنين فبتضطروا للطلاق. الطلاق بيبقى نوعين. في طلاق جوه بلدها في اوكرانيا والطلاق في بلدك. الطلاق في بلدك انت قادرة الناس باجراءات الطلاق في بلدك فهدي امر مش هاخوض فيه. سواء انت في مصر في تونس في المغرب اي دولة عربية اخرى. فدي حاجة بتاعت. اما الطلاق في اوكرانيا فده اللي اما هتكلمكو عنه دلوقتي الطلاق في اوكرانيا نوعين. طلاق بالطراضي والطلاق بقلة الادب. طلاق بالطراضي اللي هو ايه? اللي هو زي ما انتو اتجوزتوا في الزكس وبتروحوا تتطلعوا في الزكس. بس بدل ما كانوا بيدوكوا قسيمة جواز لونها روزي كده بمبام سخسخ بيدوكوا قسيمة جواز لونها اه قسيمة طلاق لونها رصاصي. فاهمني. والطلاق بيتم في حقالي 24 ساعة وما بياخدش وقت. زي ما بنقول دايما في اوروبا او صعب حاجة اجراءات الزواج واسهل حاجة الطلاق بالتليفون. لانه مريح مين على دماغهم ومع السلامة. اما الطلاق بقلة الادب اللي هو طرع عن طريق المحكمة. بمعنى ايه? بمعنى ان الاخ خلع مش موجود طلقها ولا ادراب دماغك في الحيطة انا مش جاي اطلقك. انا دلوقتي في مصر ايه في بلدي بعتلي فلوس عشان انا جات اللايك. ما عرفش ازاي هي عامل لكم الطلاق. اه مش فاضي. عندي ايه مشوار. واحدة تانية. الكلام ده كل. فبتضطر هي بتعمل ايه بقى? بتروح تلجأ للمحكمة. بترفع قضية. القضي بيديها فترة وبيستعقب يعلمك لعلى عنوانك. لو انت بلكش عنوان بيسيب فترة زمنية معينة هو اللي بيحددها. طبعا حضرتك ما مسالتش قدامه للقضاء. فبيضطر بيديها اسيب الطلاق او ورق الطلاق مكتوبة او مصدرة من المحكمة القانونية المختصة. محكمة الاحوال المدنية المختصة باجراءات الطلاق. بس كده خلاص? كده احنا اتكلمنا عن الطلاق من اوكرانية.